عزيزي المشاهد ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل جرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم وشكرا لكم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في الدرس الرابع والخمسون وهو خاص بقواعد اللغة الفرنسية اي شرح الامر في اللغة الفرنسية الامبراتيف الامر اهو الامبراتيف الامبراتيف الامر اذا مشاهدين الكرام من اراد مشاهدة فيديوهات تعلم اللغة الفرنسية من البداية او مشاهدة قواعد اللغة الفرنسية من الدرس الاول يمكنه الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصفة أو في خانة التعليق هناك روابط لتعلم لغة فرنسية في ثلاثة أشهر إذن الامبراتيف وهو الأمر كيف تأمر الشخص ما باللغة الفرنسية أي القواعد التي نستعملها لسياغة جمل أمريا إذن مقدمة درسنا اليوم عن سيغة الأمر في اللغة الفرنسية حيث سنتحدث عن أغراض استخدام الأمر وكيفية سياغته أي سياغة الأمر في اللغة الفرنسية تستخدم سياغة الأمر في اللغة الفرنسية تستخدم للتعبير عن فعل يجب القيام به أي الأمر بتنفيذه كما يستخدم في أسلوب النهي أو الرجاء بالإضافة بالإضافة إلى تقديم النصح إذن الامبراتيف وهو الأمر نستعمله للقيام بالأمر أي سنأمر أو النهي نستعمله في أسلوب النهي أو في أسلوب الرجاء وأيضا تقديم النصح إذن لتصريف فعل في الأمر نقوم بحد ثلاثة ضمائر ج إيل وآل وهذا لكون ج أنا لا يمكنني أن أأمر نفسي إيل وهو الضمير الغائب هي آل وهو إيل لا يمكن أن أأمر الغائب شخص لا يوجد أمامنا لا يمكن أن أمر إيل آفك أس أي جمع الغائب أي لا يمكن أن أمر جمع الغائب إذن هو يحتاج إلى ثلاثة ضمائر إذن ج وإيل وآل لا يقبلها لامبراتيف يعني لا نقوم بتصريف الأفعيل في لامبراتيف إلى ج وإيل وإيل آفك أس فهو يحتاج إلى ثلاث ضمائر هي تي أنت نو نحن و أنتم إذن تي أنت نو نحن و أنتم أنت تي يمكنني أن أأمرك أنت تي ويمكنك أن أأمرك أنفسنا نحن مجموعة يمكن أن أقول فلنغلق الباب نحن فلنغلق الباب ويمكن أيضا أن أأمر ف أنتم فلتغلقوا مثلا الباب وسأعطيكم أمثلة إذن ملاحظة لا نكتب الضمائر مع الفعل في الأمر حيث نجد الفعل في البداية بدون ضمير الفعل إذن لا نكتب الضمائر مع الفعل يعني في الامبراتف أو في الأمر لا يمكن أن نكتب الضمائر تي ونو وفو لا نكتبها في الأمر وهي الضمائر الشخصية إذن نجد الفعل في البداية بدون ضمير الفاعل ضمير الفاعل أمثلة 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 سأضعه مثلا خط أو نجمات فاعل لاب هاته جملة أمري وفاعل هو الامبراتف دي برب فاعل فاعل أغلق الباب فاعل لاب لا نقول فاعل تي لاب أو تي فاعل لاب نقول فاعل la porte فاعل وإذن فرم la porte أنتم أغلق الباب فرم la porte إذن ستعمل ناتي وفو وباقيا نو فرم لاب لاب نحن فرم لاب لاب فرم فرم لاب 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 إذن قلنا في الامر نستعمل تي ونو 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 أنتا نحن ونطم في الامر إذن أكوت أكوتو بيا بيا أكوت بيا أكوت بيا أي استمعو جيدا إذن هنا في أكوت بيا تي أكوت بيا يعني أنت اسمع جيدا نزيكوتا بيا لنسمع جيدا نحن لنسمع جيدا إذن إذن قلنا أننا لنستعمل تي ونو ونو نحذف الضمائر إذن سنتكلم عن كيفية سياغة الأمر من أفعال المجموعة الأولى إذن كيفية سياغة الأمر من أفعال المجموعة الأولى سأضع مثلا خط أو نجمات لسياغة الأمر من أفعال المجموعة الأولى نقوم بتصريف الفعل في ثلاث ضمائر التي سبق ذكرها في زمن الحاضر ل زمن الحاضر لسياغة لسياغة الأمر من أفعال المجموعة الأولى نقوم بتصريف الفعل في ثلاث ضمائر التي سبق ذكرها في زمن الحاضر إذن ثلاث ضمائر هي تُّ ونُّ ونُّ وفو وبعد ذلك يُحذف حرف أس في ضمير أنت وأنت تُّ إذا انتهى الفعل بحرف أ أو أ كما توضح الأمثلة فأصل هذه الأفعال هو شونت وأيضا جو شونت وجو وأيضا فا لكنها قمنا بحذف بحذف حرف أس إكزامبل شونت غني إذن شونت غني أي حذفنا أس لأن شونت تُّ تُّ سريف الفعل شونت في تُّ ينتهي بي أ أ أ وأ هنا جو ينتهي بي أ أ وأ 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 أ وأ هو تُّ سريف الفعل ألي أو présent جو و ينتهي والفعل جو أسريف الفعل جو إلى الحاضر جو جو تي جو الجو والشونت أسريف الفعل شونت إلى الحاضر جو تي شونت الشونت أي شونت أغني جو ألعب وأ أذهب إذن قلنا إذا انتهى بأ أو أ نحذف أس ونقول شونت غني جو ألعب و إذهب إذن في تي نحذف أس لكل من شونت وجو و أي كل أفعال التي تنتهي بأ عندما نقوم بتصريفها في تي بأ هو أ إذن كيفية سياغة الأمر من أفعال المجموعة الثانية إذن لسياغة الأمر من أفعال المجموعة الثانية نقوم بتصريف الفعل في ثلاث ضمائر التي سبق ذكرها في زمن الحاضر اله بخزن أي كيفية سياغة الأمر من أفعال المجموعة الثانية لسياغة الأمر من أفعال المجموعة الثانية نقوم بتصريف الفعل في ثلاث ضمائر التي سبق ذكرها في زمن الحاضر اله بخزن إكزام أمثلة إذن مثلا نقوم بتصريف فقط الأفعال أفعال المجموعة الثانية إلا الحادر إذن فني تي لسان فني تي لسان أي إنهي دروسك فني تي لسان أي إنهي دروسك finissان نو لسان finissان نو لسان أي لننهي دروسان finissان finissان نو لسان لننهي دروسان finissان finissان لسان إنهو دروسك finissان لسان إنهو دروسك دل بشكل عادي أما بالنسبتي لسيغة الأمر من الأفعال الشاذة فليس له قاعدة محددة لأنها أفعال متغيرة نأخذ مثال سأعطيكم مثال الفعل أطخ فعل الكينونة أو يكون أطخ وفعل الملكية أو لديه يملك ويحصل أفوار إذن أطخ أفوار أمبراتي أو الفعل يكون ولديه في مسرف إلى السيغة الأمرية إذن exemple مثلا وفعل الملكية الكونية أو الفعل يكون أي ليكن لديك أي ليكن لدينا أي ليكن لديكم مشاهدين الكرام سيكون لدينا مجموعة من التمارين ومجموعة من التطبيقات لهذه الدروس إن شاء الله إذن أي 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 سأعيد بسرعة ما قلته وما ذكرته قلنا تصريف الأفعال إلى الإمبراتيف أي السيغة الأمر كيف نستعمل الأمر قلنا لتصريف فعل في الأمر نقوم بحد ثلاث دمائر جه وإيل وإيل ونستعمل فقط ت ونو وفو ت نو وفو أي أنت نحن أنتم إذن لا نكتب الضمائر مع الفعل في الأمر حيث نجد الفعل في البداية بدون الضمائر لاحظتم في الشرح أنني لم أكتب ت ونو وفو لم أكتبهم إذن أغلق الباب أغلق الباب أغلق الباب أغلق الباب فرم فرم لبور لت وفرم لبور وفرم لنو فرم لبور لنغلق الباب أو يمكن أن نقول إكتب بيان استمع جيدا أو إكتب بيان لنستمع جيدا أو إكتب بيان استمع جيدا إذن كيف يتسير الأمر من أفعال مجموعة الأولى قلنا في ت التغيير يطرأ فقط في ت عندما تنتهي الأفعال ب أ أو فإننا نحذف أس إكزامبل أمثلة شانت غني جو إلعب ف إذهب بالنسبة مثلا في نو نقول إكتب إكتب إذن هي عادية ولكن في ت إذا كان ينتهي الفعل ب أ أو أ فإن نحذف أس أيضا كيفية سياغة الأمر من أفعال المجموعة الثانية قلنا نقوم بتصريف على ثلاث الزمائر سابقة ت ونو و في ن ت لس و في ن 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 والفرق بين المجموعة الأولى والثانية بالنسبة الأفعال التي تنتهي ب إ عندما نقول ن فإنه ينتمي إلى المجموعة الثانية وما عاد هذا إذا لم ينتهي بالصن بالتصريف فإنه ينتمي إلى المجموعة الثالثة رغم أنه ينتهي ب إ بالنسبة لسياغة الأمر من الأفعال شادة فليس له قاعدة محددة بالنسبة لأ أت وأ أفوى سأعطيكم مثال سوى كون سوى لن كون سوى كون سوى سوى أي من الآن فصاعدا إذا وجدت آ إ أ فلن تكون غريبة بالنسبة لك فيتعني ليكون لديك وهي أمر أي 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 إذن مشاهدين الكرام شكرا لكم على تتبعكم لهذا الفيديو فأنا أحاول تطبيق هذه الدروس على أرض الواقع فهناك قوائم لتطبيق الدروس وقوائم لإنشاء حوارات للمحاذة وأيضا للتمارين وأيضا للقواعد وهذه القوائم موجودة أسفل فيديو في خانة الوصفة أو في خانة التعليق أو أسفل فيديو مباشرة ستجدوا للمحاذة فرنسية وضغط على ستجدوا بلايليست أو القوائم وضغط على ستجدوا جميع القوائم القناة ونزل إلى أسفل وستجدوا محور تعلم للمحاذة الفرنسية في 3 أشهر وأطلب منكم مشاركة تأتي الفيديو أتمنى أتمنى دقائكم ووحبا بكم عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر لتعم الفائدة على جيم وشكرا لكم